الملك محمد السادس يعين الجنرال دوكور درامي بالخير الفاروق مفاتشا عما للقوات المصلحة الملكية وفي النشرة أيضا رئيس الحكومة المعين عزيز أخنوش يؤكد أن الجولة الأولى من مشاورات تشكيل الحكومة كانت مهمة ومثمرة وأن ملامح الأغلبية الحكومية ستتضح خلال الأسبوع المقبل دوليا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرو يعلن عن مقتل زعين تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى ومرتزقة البوليزاريو الإرهابي عدنان أبو وليد الصحراوي على يد قوة بلاده في الرياضة ريال مادريد يخطف فوزا قاتلا من انتر ميلان الإيطالي برسم المجموعة الرابعة من الجولة الأولى من دور الأول لدور يبطال أوروبا في كرة القدم نشرت الأخبار من كاب 24 بطنجة أهلا بكم أفد بناغ للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية أن صاحب الجلال الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية تفضل بتعيين الجنرال دوكور درامي بالخير الفاروق مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية وقائدا للمنطقة الجنوبية أوضح البلاغ له خلال مساره المهني تقلد الجنرال دوكور درامي بالخير الفاروق عدة مناصب عسكرية مهمة قبل أن يعينه صاحب الجلال الملك محمد السادس مفتشا لسلح المشات ثم قائدا للمنطقة الجنوبية منذ 2017 بالمغرب دائما أكد رئيس الحكومة المعين عزيز خنوش شمسي الأربعة برباط أن الشولة الأولى من مشاورات تشكيل الحكومة كانت مهمة ومثمرة وستتواصل بصفة منتظمة أن ملامح الأغلبية الحكومية ستتضح خلال الأسبوع المقبل وقال أخنوش في تصريح للصحافة أنه خلال مشاورات تشكيل الحكومة التي انتهت جولتها الأولى أجرينا لقاءات مع مشموعة من قادة الأحزاب السياسية حيث قدم كل حزب منها تصوره وتقديره بالنسبة لهذه المرحلة وفي سيق متصل لفت رئيس الحكومة المعين إلى أن حزب العدالة والتنمية قد اعتذر كما اعتذرت الأمين العام للحزب الشراكي المؤحد نبيل مونيب وأبلغته أن حزبها سيصطف في صفوف المعارضة أعلنت وزارة التربية الوطنية وتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التربية الوطنية عن إصدار مذكرة وزرية تتضمن عدة مستجدات بشأن تأطير إجاء المراقبة المستمرة للموسم الدراسي 2021-2022 وتهم هذه المستجدات حسب بلاغ للوزارة إرساء فرض موحد للمراقبة المستمرة يجعل صعيد كل مؤسسة تعليمية في كل أسدس ما عاد الأسدس الثاني لسنة الدراسية الختمية لكل سلك تعليمي إضافة إلى فرض المراقبة المستمرة الصفية وذلك وفق المحددات التي نصته عليها هذه المذكرة كما تشمل هذه المذكرة أيضا إعادة نظر في كفية احتساب نقاط المراقبة المستمرة وكذا معدلها السنوي العام بالمستويات الانتقالية للأسلاك التعليمية الثلاثة وبالمستويات الإشهادية واستثمار نتائج فروض المراقبة المستمرة الموحدة في التخطيط لأنشطة الدعم ومعالجة صعوبات التحصيل والتعثرات لدى التلميذ على صعيد كل مؤسسة تعليمية بالمغرب دائما أعلنت وزارة وصحة أمسية الأربعان تسجيل 2642 إصابة جديدة بكوفي 19 و3242 حالة شفاء و46 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية وأبرزت الوزارة أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفي 19 بلغ 20 مليون و561 ألف و862 شخصا فيما بلغ عدد الملقحين بالشرعة الثانية 17 مليون و57 ألف و66 شخصا دوليا أعلن الرئيس الفرنسي مانويل مكرون عن مقتل زعيم تنظيم الدورة الإسلامية في الصحراء الكبرى ومرتزقة البوليثاريو عدنان أبو وليد الصحراوي على يد القوات الفرنسية وضف مكرون في تغريدة على تويتر ليلة الأربعان الخميس أن الأمر يتعلق بنجاح كبير آخر في المعركة التي تم خوضها ضد المشموعة الإرهابية بمنطقة الساحل وكانت باريس قد أعلنت هذا الصيف يوليو ويوليوز عن مقتل أو اعتقال عدد من كبار المسؤولين في تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى من طرف القوة الفرنسية بيرخان وشركائها وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية لاستهدف قادة وأطر المنظمات الشهادية وتم تصنيف تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى الذي تم تأسيسه في العام 2015 من قبل عدنان أبو وليد الصحراوي عضو جبهة القوليساريو والحركة الجهادية القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على أنه العدو الأول في منطقة الساحل خلال قمة بوجنوب غرب فرنسا في يناير 2020 دوريا دائما أعلنت واشنطن أمسي الأربعان تشكيل تخالف أمني استراتيجيا في منطقة المحيطين الهندي والهادي يضم كل من الولايات المتحدة بريطانيا وأستراليا وجاء الإعلان عن المعاهدة الأمنية الجديدة المسمة أوكوس خلال قمة افتراضية صدفها الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض وشارك فيها عبر الفيديو كل من رئيسي الوزراء البريطاني بورس جونسون والأسترالي سكوت موريسون وستكون الثمر الأولى لهذا التحالف حصول أستراليا على وصول من الغواصات التي تعمل بالدفع النووي وهو أمر سيقود كاليبيرا لإلغاء طلبية ضخمة أبرمتها مع بريز لشراء غواصات فرنسية الصمعة ويمثل هذا الإعلان نقطة تحول استراتيجي لسيما وأنها المرة الأولى التي ستشاطر فيها الولايات المتحدة مثل هذه التقنية الحساسة مع دولة أخرى غير بريطانيا رياضيا ترجع المنتخب المغربي لكرة القدم بمركز واحد في تصنيف المنتخبات الدولية الصادر اليوم الخميس عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا برسم شهر شوتنبر حيث حل في المركز الثالث وثلاثين بألف واربعمائة وثلاث وتسعين نقطة بعدما كان موت مركزا في الرتبة الثانية وثلاثين خلال شهر الماضي على الصعيد القرية احتلوا سودالاطلس المركز الرابع وراء منتخبات سنيغال في المرتبة العشرين وتونس التي جاءت في المرتبة الخامسة والعشرين والجزائر في المرتبة الثلاثين وعربيا جاء المنتخب المغربي في المركز الثالث بعد تونس والجزائر رياضيا دائما تفوق ريال مدريد الإسباني على مضيفه انتر ميلانا الإيطالي بهدف للا شيء فاللقاء الذي جمعهما مسام سيال الأربعاء في ميلانو برسم المجموعة الرابعة من الجولة الأولى من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم وسجل هدف ريال مدريد المهاجمة الدولية البرازيلي رودريكو في دقيقة تاسعة والثمانين وكان انتر ميلان صاحب الأفضلية منذ بداية المباراة وضغط بقوة تفاديا لسيناريو الموسم الماضي عندما سقط على أرضه أمام النادي الملكي بثنائية نظيفة في دور المشموعات بعدما كان خسر أمامه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مدريد شايدين نهاية النشرة شكرا لكم على طيبة الإصغاء والمتبعة دائما لمزيد من أخبارنا زروا موقعنا الإلكتروني كاتفانكاتخ واما شكرا لكم على المتبعة في أمامنا اشتركوا في القناة